ارتفع عدد الوفيات من جراء فيضانات اشتاحت أنحاء من وسط أوروبا إلى ثمانية أشخاص تزامنا مع إجلاء آلاف في جمهورية تشيك مع استمراره طول الأمطار الغزيرة منذ أيام كما ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة بوريس التي تعرضت لها رومانيا خلال الأيام الماضية إلى ستة قتلى وذكرت أجهزة الطوارئ الرومانية في بيان لها أنه تم اليوم الإبلاغ عن مصرع شخصا في منطقة قلاتي نتيجة الأحوال الجوية التي شهدتها رومانيا على مدى أيام والتي أصفرت أيضا عن مقتل خمسة أشخاص